أيضا غير أن هذا الأمر لم يتوقف بعد الانتخابات الرئاسية ووفاة الفريق أحمد جيد صالح المسار لم يتوقف المؤسسة العسكرية ذهبت في عملية تطهير نفسها بنفسها وظهرت حالات معروفة تعرفونها جنرالات في السجون عقداء ومسؤولين هناك أيضا من فروا إلى الخارج جيد جنرال باللقصير وغيره خالد الزار فر إلى الخارج رغم أنه متقاعد إلا أنه لديه لوب داخل المؤسسة العسكرية وهو معروف بهذا الأمر فرت كثير من الأمر وشكلت ثورة مضادة هذه الثورة المضادة يجب أن نؤكد على أمر لم أتحدث عنه من بداية المداخلة أن هذه الثورة المضادة التي قادها سعيد بوتفليق وتوفيق جماعته كانت مدعومة من الإليزي نعم كانت مدعومة من الإليزي وبعض الأجهزة الأجهزة المختلفة ولكن الثورة المضادة الأخرى التي استمرت بوهم محاربة الثورة المضادة التي يتوهمون أن هناك دولة تتمثل في الإمارات العربية المتحدة هي التي تدعم ثورة المضادة التي قادها يقودها كما يقولون يزعمون يقودها الجايد صالح هؤلاء أيضا تحركت دول ما سميت بمشروع ثورات الربيع العربي أيضا دعمت هذا الخطاب ومولته وفتحت له منابر إعلامية مختلفة ودعمت الأشخاص الذين راهنوا على هذا الخطاب الذي هو استئصاله لحد كبير إذن تحولت الثورة المضادة إلى كرة ثلج كل واحد يحاول يرميها في الطرف الآخر ولكن الحقيقة هي التي ما رويناها منذ البداية أن الثورة المضادة كانت من طرف العصابة والتي استمرت بعد سجن أو يحيى وسجن توفيق وهؤل ذهبوا إلى السجون هنا استمرت الثورة المضادة لأن هناك رجال مال وأعمال ومسؤولين داخل دوليب الدولة أدركوا أن القاسمة ستحل على رؤوسهم وأن الخطر داهمهم ولذلك يتحركون لأن استمرار عملية التطهير والتطهير الدولة ومؤسساتها من شبكات العصابة ستطالهم جميعا ونحن ندرك أن هؤلاء ملك المليارات ليس في الأسماء البارزة يعني حداد الذي أشارت المعلومات إلى أنه سيدفع عشر مليون دولار إلى جهة أمريكية حتى تخوض حملة لصالحه وللدفاع عنه هناك أموال كثيرة تصرف على مستوى الجزائر العميقة وعلى مستوى آيات مختلفة من أجل إجهاض هذا النصر لأنه لم يفلحوا في إجهاض الانتخابات الرئاسية يعملون الآن على إسقاط الرئيس تبول بأي وسيلة كانت يدركون أنه غير شرعي ومثل هذه الشعارات لم تؤتي أكلها إذن يجري العمل على تحريك الشعب لذلك نجد أن مصطلح الثورة المضادة ظهر على لسان عبد الرشيد طبي رئيس المحكمة العليا الذي قال كلام خطير وير وقال بأن هناك ثورة مضادة ضد مكتسبات الحراك الشعبي وهو أول تصريح يأتي من جهة ليست سياسية ولا حزبية ولا إعلامية يأتي من جهة تمثل رئاسة المحكمة العليا بعد ذلك ظهر في خطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس الجمهورية عبد المسجد تبول في لقائه مع اللولات فلنستمع ما قاله الرئيس نرغم يتحركوا واللي كانوا يلعبوا بالملايير وراكم تشوفهم ما زالوا في السجن ومئات الملايين تاحهم ملايين دولارات بتتوزع في الخارج شكو اللي خرجهم شكو اللي اعطى الأوامير شكو اللي وصل الأوامير هذي باش عشر ملايين دولار تخرج فللا تمشي الفلان ولا فلتان لازم الشعب يعرف كل شي ورانا بالمير صاد ما يكونوا مهنيين لا يرجع نوصول بلوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل حقوق انتقوا والقضاء على المال فاسد والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون ذلك الرجوع ما كانش فيه ناس يعني ما يساعدهاش لاستقرار وما زالوا طامعين ويعودوا ويرجعوا ويرجعوا بقوة وكذا وكذا يا للحلم طب طب خلاص الشعب خرج للشارع فيني القطار انطلق ولا واحد قادر يحبسه ارادة الشعب من ارادة الله لا تقهر اللي راهضان يخرج راه يستنى يخرج وما زال ما زال اذا نكونوا اهل المسؤوليين اهل الاتقادة على المواطنة قلنا باش نشجع العطيبان تانا والممردات والممردين تانا عطيناهم بعض الامتيازات اللي ما تكفيهمش في الابتعاد عن الخطر ورغم هذا ما تعطت ليهمش تلت شهر من بعد ولا واحد دالا بريمتاعو كسك صاف دير السي لا كونت ريفوليسيون واضح ان هذه الثورة المضادة تقودها عصابات تابعة للعصابة وهي تعمل تبذل المال من اجل اجهاض هذا المسار حقيقة ان هناك من يرى بان هذه مبالغة وان السلطة تتحجج بالثورة المضادة لاخفاء فشلها قد يكون هذا صحيحا في بعض الامور وقد يكون مبالغا فيه وقد تبالغ بعض الاطراف في المسؤولية ولكن انا اقول لست في السلطة ولست في المعارضة بل اقول من منطلق محلل للشأن الجزائري ان هناك بالفعل مخطط لاجهاض هذا المسار وقلتها من قابل من ايام زمان ان هناك عمل ممنهج لاسقاط هذا المسار وهذا الاسقاط ان تحقق معناه ستعود الامور الى ما قبل 22 فبراير معناها ان هؤلاء الذين راهنوا على مجلس انتقالي او مرحلة انتقالية او شيء من هذا القبيل يراهنون عليها الان ليس هدفهم حل الازمة الجزائرية وليس هدفهم اوضاع الجزائريين ولكن هدفهم الحقيقي هو اجهاض اي محاولة لتحقيق الاجندة الاجندة ما هي اولا العصابة العصابة او التي امضت اتفاقية فالدو جراس مع فرنسا حتى يستمر هذا الامر الثانيا دول الفوضى الهلاكة التي تراهن على الجزائر كدولة تأتي في اطار نشر الفوضى في العالم العربي والعالم الاسلامي باستغلال مطالب مشروعة للشعوب من اجل تدمير اوطانها هذا امر الثاني وهناك ايضا من لديهم رغبة في الاستمرار في السلطة او الوصول اليها باي وسيلة كانت هذه هي هذه الاطراف الثلاثة التي التقت على مائدة واحدة رغم الخلاف الاديولوجي ورغم الخلاف السياسي بينها التقت على هذه المائدة وتدرك تماما ان اي جانب ان تجانسها واتفاقها هو الذي سيضمن لها الاستمرار لذلك نجدهم يتحدثون انه لا برنامج ايديولوجية وظهرت فكرة النورماليون وما الى ذلك من هذه الافكار كلها فقط من اجل حفظ هذه الجماعة كي تستمر حتى تحقق اهدفها